موسيقى الراجل والسبت ايد واحدة مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني كل واحد لي دور وليرسالة واحنا في برنامجنا ضد الرجالة عفوا اشباه الرجال بنعرض معاناة الستات مع اشباه رجال ودي كانت رسالتنا في السيزون الاولاني من ضد الرجال والنهاردة في اولى حلقات السيزون التاني من ضد الرجالة ولكن هنحاول ندور ونبحث على سبب ليه الرجالة اتحولوا لاشباه رجال هل هم ضحايا نساء ولا ضحايا بقتهم وهيكون معانا ضيف شرف السيزون دكتور ابراهيم هيكل استشاري العلاقات الانسانية وصحة النفسية عشان يقول لنا رأيه بحرية في اشباه الرجال وهل هم ضحايا ولا لا ما تنسوش اللايك والشير ما تنسوش تتابعونا على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي ورأيكم بيكمل رأينا موضوع حلقتنا النهاردة ساخن شوية بناء على طلب الجماهير وخاصة الرجالة اللي بتقول ان انا بهاجم الرجاله بس وبناء على حلقة الرجل العاهر اللي عمله الدجة كبيرة قوي بدايقة الرجالة او ممكن تكون دايقة اشباه رجال قرمنا نتكلم النهاردة في السيزون ده عن الست العاهرة ايه هو مفهوم الست العاهرة الست العاهرة تصنفوها ان هي دايما عندها قطة بديلة لكل شي عندها دايما رجل بديل عندها دايما حسابات على السوشيال ميديا كتير بديلة عندها دايما نفاق ومشاعر احتياطية بديلة وكمان عندها وش تاني احتياطي بديل ونرحب النهاردة بدكتور ابراهيم هيكل استشاري العلاقات الانسانية والصحة النفسية اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك مرحب بيك في السيزون التاني من ضد الرجالة والاجل انت لخصتي واوفيتي وعملتي مقدمة هيلة طف كويس بسم الله ما شاء الله شهادة حلوة يعني انا جاي النهاردة اهاجم فلقيتك انتي معايا النهاردة اهلا معايا مش قوي يعني هنحاول نشوف الموضوع ده مع بعض اول حاجة سؤال كده ملح ايه رأيك او ايه مفهوم الست العهيرة من وجهة نظرك كراجل اولا وجهة نظرك كاستشاري علاقات انسانية وصحة نفسية الثانية اه خلينا نشوف المصطلح نفسه لان المصطلح هو مصطلح قوي جدا وانا بشوف ان المصطلحات القوية في الفترة الاخيرة لازم تاخد اه معنى قاطع يعني ايه كلمة معاني قاطع يعني يعني ما ينفعش اقول المعنى يكون مايع يعني يا ابيض يا اسود المفهوم الصحيح بالضبط حتى يعني في اللغة العربية في القرآن في كل حاجة المسمى بيكون قاطع يعني مثلا في القرآن سمى الزاني والزانية سماها فحشة فالمسميات او كل حاجة لازم تتحط في مكانها الصحيح الزاني والزانية العاهر والعاهرة واللي بيخصل بينهم في كلا الحالتين اسمه فحشاء او زنا ما ليش اي مسمى تاني ولا اي لفظ تاني يتحط تحت اي بلد يعني كلمة الخيانة هي لم تذكر اصلا في القرآن حتى العقوبة نفسها نزلت في المقولة اليها الفاحشة وخلينا نتكلم كلام علمي شوية في الموضوع دوت وكلام في جزء من علم النفس والصحة النفسية فعلا هو الذي يقوم بعملية الخيانة او كما يسمى البعض ان الراجل ده خيان من هو صغير كده الولد لما بيروح المدرسة فيكلم البنات صحابه فبيروح لمامته البيت فمامته تقول اه تقول له الله يا حبيبي ايه انت كنت بتكلم فلانا وفلانا فهي اصلا ربته على فكرة ايه ان دي مش ما اسمهاش حاجة دي حاجة طبعية تبتكلم صاحبتك بتكلم كذا غريزة اساسية موجودة في الراجل طب انه هو لازم ينجذب للجنس الاخر وبتشجعه اصلا يعني يعني عملية تشجيع للام الام بتشجعه وبيلقى قبول جدا من الاسرة ودي مشكلة لازم نتكلم عليها اثناء الحلقة عشان كده المسميات لازم تتحط في مكانها زي ما انا قلت كلمة العاهرة او العاهر او الزاني او الزانية لما واحد نقول ان هو بيتقفش بيخون ما نقولش عليه خاين نقول عليه اه بس يكون الفعل فعلا تحقق ويكون فعلا عمل يعني يكون اللي حصل بالزبط لان الموضوع مش موضوع ان انا اطلق عليه يعني مثلا انا مش امسك مراتي مثلا او مراتي اه تمسكني على الموبايل بكلم واحدة فتقول على طول اللفظ قاطع كده لأ هو مش هيبقى الالفاظ كده عشان ما نبقاش ده نوع من انواع الخيال اه طبعا اه طبعا اه طبعا طبعا انا كنت عايزة سؤال مهم جدا الرجل ليه دايما بيروح او بينجزب او بيرتاح للسبت العاهرة تمام ليه بيلاقي فيها ايه ما بيلاقهوش في السبت العادية او اللي تصلح تكون زوجها نفسر كلمة العاهرة الاول في اه هي مترجمة من اللغة الانجليزية اه طبعا الترجمة الى اكثر من معنى وهناخد المعنى اللي هو المرأة اللعوب خلينا يعني انا احب الملعب اللي بتعرف يعني بتلعب على كل اه انما اه يعني الالفاظ كلها اللي هي كلمة العاهرة هي اللعوب هي الزانية هي الفاحشة هي بتمشي كلها في نفس الايه في نفس الاتجاه اه في نفس الاتجاه عشان نسمي المسميات بها عشان الراجل لما لما يجي تقدم لوحدة او روح يخطب واحدة او يرتبط بوحدة فنقول له والله دي اه خانة مرة مسلا او لعبة مرة او اه حاجة صغننة اه لا هو انا شايف ان اللي تعمل الصغيرة قد تفعل الايه تفعل الكبير صحيح اه المرأة اللعوب هي مرأة جزابة جميلة بتقدر تفرد سيطرتها وتقدر ترمي شبكها وبتعرف تصطاد الفريسة بتاعتها كويس جدا بتبقى سلاحزو حدين يا اما انا هنفر منها يا اما هقع في شبكها واحد من الاتنين يعني مش هيحصل حاجة تالتة يبقى لازم يا اما هنفر وهبعد وهنهندي يا اما هنجذب وقرب ولو قربت دي بقى الكرسة ودي المشكلة لان طبعا بمجرد ان الراجل يقع في شبك واحدة من هذه المسميات هذه المرأة اللعوب يعني ربنا عفينا كده ويحفظنا مش هيعرف يطلع منها على خير لان دايما الست اللعوب عندها ما بتيقاسش لحد ما توقع الفريسة بتاعتها وتقدر تفرض السيطرة والشبكة بتاعتها لحد ما تعمل كل اللي هي عايزاها احنا قلنا في الاول ان هي جزابة هي جميلة على فكرة بتعرف تتكلم جدا متحدسة كويسة جدا ولكن عندها صفات كتير وحشة قوي 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 فدي اللي نقدر نحذر منها طب يا دكتور دلوقتي خليني اختلف معاك في نقطة مش كل الستات العهرة حلوين وجزابين بس يمكن اللي سانة وحلوة وانا اختلف معاك في نقطة الرجل بينجزب ليها عشان هي بتحسسه ان رجل بتقوله يا سي السيد وتحت امرك رؤة في نفسها بس يعني ما الستة المحترمة بتعمل رؤة في بيتها برضو بس مش دي البوينت بس بتتمسيل اصدق الحلو الجمال في الشكل ولا اصدق الحلو في الروح ولا اصدق الروح في الجسد شكل لا انه هو كده كده ما بينجزبش ما بيحباش ما فيش تلاقي ارواح هو تلاقي جسد بجسد صح؟ فهي ممكن تكون بتحسسه برجلته غير الستة اللي داخلها تبني معاها او بتكون ستة مستقلة وعندها شخصية وبتقول لأ وبتقول او بتتناقش وبتاخد وتدي التانية بتقوله تحت امرك يا سي السيد في كل حاجة لان هو مش فارق معاه حتى لما بيغلط بتقوله انت صح عشان ما بيحبش النقد اكيد في العموم خلينا نحط برضو مسمة مهمة جدا انتي قلتيه وانا اتفق معاك في الحياة ديت بس كل ستة ليها شكل جمالي انا ما عنديش واحدة وحشة يعني كل واحدة ليها ليها سر الجمال بتاعها كل الستات خلوين مع اختلاف معايير جمال ممكن يكون لسانها ممكن يكون شكلها ممكن يكون جسمها انا ممكن يكون روحها وكل راجل لو لا اختلاف الاذواق لابارة السلعة كل الستات كل واحدة فيهم سبحاظ الله فيها مظهر من مظاهر الجمال علشان بتجذب الرجل وهي الستة لما بتبقى فاهمة حقيقة نفسها بتعرف تلعب على الحتة الحلوة اللي عندها وبتعرف بتعرف تبرزها علشان تقدر تجيب بيها وتشتغل عليها وتقدر تشتغل عليها اللي هو الراجل علشان كده اه المرأة اللي بتحمل هذه الصفات وبتعرف اه مش هنقول قيمة نفسها قيمة الحاجة الحلوة لعندها ودي بتجي من واحدة صغيرة يعني مسلا ممكن واحدة صغيرة الله عينك حلوة جسمك حلو هما بيعودوا ايه يغزوا الحتة دي عندها من واحدة صغيرة فبتكبر طبعا هي بتراوح البيت بتقعد تبص في المراية هي شافت نفسها حلوة حلوة حلوة. فتبدأ بقى تنمي. تستغل. وتبدأ تعمل الكاتش بقى بتاعها على الزبون. الست العاهرة. اه. ليها تأثير سلبي على الستات. امين. وليها تأثير سلبي على الرجالة. اه. تأثيرها السلبي على الستات من وجهة نظرك الاول الاجتماعية. وبعدين من وجهة نظرك الانسانية والنفسية. ايه هو? طيب. اه هي الست العاهرة او اللعوب هي ست سلبية بكل طاقتها. هي تحمل اه جميع الامراض النفسية. وجميع الصحة النفسية. وهي تحمل اضطرابات نفسية شديدة جدا جدا جدا. دايما احنا بنقول ما فيش حاجة اسمها مرض نفسي. ولكن في حاجة اسمها اضطرابات. هي عندها اضطراب. هي عندها احتياج. هي دايما عندها مشكلة في الاحتياج بتاعها. طب الاحتياج بتاعها في ايه? ممكن يكون الاحتياج مادي. ممكن الاحتياج يكون احتياج معنوي البحث عن الامان البحث عن الاهتمام اي حاجة هي بتبحث عن بحس جسد كل انواع الاحتياجات حطي كده ايه طلعي كل الاحتياجات كده وحطها لي قدامي كده هتلاقي كل واحدة في الدنيا فقدت احتياج وهي صغيرة بتبحث عنه بعد مرحلة او سن معين بالذات لما بتلاقي السن بدأ يروح منها فبتقول ايه ده انا اكبر انا لسه عندي احتياج فتبدأ فتبدأ بقى تنزل فتبدأ زي ما احنا قلنا بتبرز الجزء بتاعها فتبدأ تصطدي الفريسة بتاعتها اللي دايما بتلاقيها سهلة في اماكن وصعبة في اماكن اخرى والراجل عموما بيضعف امام المغريات الجسدية طيب انت قلت حضرتك من شوية انه وين الراجل من هو صغير والدته كانت بتنمي فيه احساس ان انت في المدرسة بتكلم هايدي وهدى وحنان وابتسام ومشعرف ايه ومبسوطة لان هي ده طبيعة الراجل انجزبه للطرف الاخر هنا احنا وصلنا للنقطة حضرتك قلتها ان اللي احتياج بالنسبة للست هو اللي بيقلبها من سوية لعاهرة ما بيبقاش معاها منذ الصغر ولا بيبقى احتياج منذ الصغر وبيجبر معاها فانت عندها نيت زليفة بتحاول تاخده بطريقة استحقاقية مش من حقها اصلا بتحاول ان هي تاخدها من بوق الاسد بالعافية عن طريق العهر ده صح ولا غلط انت جاوبت يا طبعا هو طبعا اكيد غلط بس احنا دايما نصنف طالما دخلنا في الصحة النفسية احنا بنصنف النوع ده من الاشخاص ان هو بيبقى هالثي عمره ما هيبقى هالثي احنا عايزين الشخص الصحي اللي بيقدر هو عنده احتياج كلنا عندنا احتياجات بس انا مش هقدر اقول ان كل واحدة عندها احتياجات هي تساوي مرأة عاهرة ولعوب ده مستحيل ولكن انا لازم اقول ان اللي عنده احتياج لازم يبقى ساوي في انه يطلب الاحتياج بتاعته بطريقة مشروعة جت هذا قدر الله راحت هذا قدر الله انما لو راحت مني فابدأ ادور عليها وابدأ اعمل اللي انا قلت عليه ده ده مش هينفع علشان كده الام وهي بتنمي الحتة دي عنده عند بنتها وهي صغيرة فبتبقى البنت ما بتبقاش هلثي بتبقى ان هلثي فبتكبر صحتها النفسية مش مزبوطة فبتبدأ تدور على الاحتياج بتاعها ده فيبدأ يحصل مشكلة كبيرة جدا في المجتمع خلي بالك الراجل ما بيعملش ان نفسه حدود الست هي اللي لازم تعمل لنفسها حدود صح ولا لأ ردي ليه لان الراجل هو لو جات له اي خلينا نتكلم بصراحة واحدة جات حلوة بتتكلم معي او بتعرف علي او بتقول لي هات رقم تليفون انا هقول لها لأ يعني راجل ضعيف والستة مش ضعيفة لأ الستة ضعيفة وراجل ضعيف بس دايما الراجل بطبيعته صياط ما عندوش مشكلة ان هو يتعرف انا ما قلتش لحضرتك ان دلوقتي الستة بتصطاد اكتر من الراجل لما دي طب كويس ان انت عارفة الكلام ده طيب يبقى ازاي بقى الراجل اللي حشن هو صياط ده اللي بقى بيصطادوه دلوقتي ده بقى راجل احنا كنا نسمي الحلقة ضد الستة هو بقى ايه الراجل اللي بيسمح لوحدة ان هي تصطادوه ده راجل احب الراجل دايما اللي له شخصية مستقلة وعامل انسجام بين روحه وعقله وجسده وفاهم هو مين وفاهم طبيعة نفسه وقيمته علشان ما يرم رمش مش كل واحدة تقول له انا عايز اتعرف عليك او تقرب منه هو يرم رم ويتعرف على دي ودي ودي ولكن انا دايما مع الراجل اللي بيبحث دايما عن الواحدة اللي تكمله مش الواحدة اللي تقلل من قيمته وتقلل من وضعه مش كل واحدة انا بتعرف عليها بتزود نطاق ده في ستات انا بتعرف عليها بتوقعني وبتجبني الارض الكرفي بتاع بقيل فضالي نقف عند النقطة نقف شوية الستة العاهرة او العلاقات الغير سوية في حياة الراجل المبنية على الجسد فقط والمبنية عن الشهوة والغريزة فقط بتدي طاقة سلبية للراجل بتحوله من اصوله الاساسية الى غرائز الى شبه راجل تمام وعنده طاقة سلبية بتأثر على شغله بتأثر على حياته بتأثر على دينه بتأثر على قراراته في اختيار شركة حياته يبقى ده تأثرها السلبي على الراجل بتسحب منه الطاقة الايجابية مجرد التلامس الجسدي لابسة الايد بين الستة العاهرة او اي راجل بتنقل الطاقة السلبية بتاعتها ليه فممكن يتحول لراجل غير سوي صح؟ ده مش طاقة لابس اليد بس او الطاقة الجسدية ده طاقة النظر بالعين انا لو قاعدت ابص الحد للاكتر من عشرين ثانية بتنقل الطاقة اللي موجودة عند الشخص القدامي ده انا عايز اقول لك كمان لو انا في شخص سلبي وقاعد على الكرسي بتاعي وانا جيت قعدت على الكرسي بتاعه وانا قال لي الطاقة السلبية ده الموضوع بتاع الطاقة الموضوع الموضوع كبير بالفعل وانا لو انا عملت علاقة مع واحدة متعددة العلاقات شايفت العلاقات كلها الغير سوية اللي هي اقامتها دي كلها انا بمجرد ان انا عملت معا علاقة كل هذه العلاقات بتنتقلي انا كرجل فتخيلي بقى مدى الغضب اللي بينزل علي سواء من ربنا سبحانه وتعالى او من الناس او من كل حاجة انا بحس ان انا ببقى ماشى على الارض الدنيا كلها عارفة لما بتبقى الدنيا كلها سودت في وشي ده حقيقة وانا بيجي لنا حالات كتير في الموضوع دوت ان الرجل الذي يقيم علاقات متعددة مع اكتر من امرأة بطريقة غير شرعية لان في طريقة شرعية في ابواب شرعية ربنا فتحها لان في رجل يحب ستات فاتجوز واحدة واتنين وثلاثة واربعة زي ما الشرع قالك ما عندوش مشكلة انما تقيم واحد واتنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة واي حاجة وعشرين شغالة والخدامة والماشي معاها والكلام دوت ماشي بيفكر بنصه اللي تحت دي بتمقله الطخة حاليا حقيقة يا جماعة انتم فعلا الرجالة دروا اتصيب في المجتمع اللي احنا فيه او في العصر مش هنقول كلهم عشان ما نبقاش متحملين بس هنقول اشباه الرجال او تمانين في المياه من الرجالة تقريبا ماشيين بيبصوا الاي ست بالنص اللي تحت النص اللي ده شايلوا في البيت حطوا في النيش زي الباق كده والكبايات عارفين الموضوع بس ده انا مش مش كل زي ما انت قلت مش كل الرجال بس انا هقولك على حاجة معلومة مهمة جدا ودي فديتني جدا في حياتي الراجل فعلا اللي بيقرأ كتير ويتصقف كتير ويتعلم كتير ويشتغل كتير ويشتغل على نفسه كتير دماغه ما بتفكرش بقى غير على النص اللي فوق تمام بيفكر فعلا على واحدة تكون مثقفة عقلة اه تكون محترمة اصل الجنس ده بيعمله الحيوانات وبيعمله كل يعني اي اسهل طريقة ممكن يعمل اي واحد دلوقتي فيها سهلة وبفلوس وبلاش وكل حاجة يعني اي كلب بلدي في الشرق كده اي كلب بلدي في الشرق الحاجة الرخيصة ملهاش تامن دايما الحاجة القليلة دايما ملهاش تامن انما الحاجة الغالية اللي ليها ايما عشان كده حتى ربنا في شرق للجواز انا انا لما اجي اروح اتجاوز واحدة الاق ابوها قاعد قدامي بيتشرط وكتب كتاب وايمة ليه هو انا اتجاوز هيفاء واهبي بيعمله كده صح يعني يعني كل كل ما يجي يتقدم لوحدة فيحط له الشروط شروط شروط عشان هو بيغلي السلعة بتاعته السلعة طول ما هي غالية هيحافظ عليها لانها غالية لو انا رخصتها هتبقى رخيصة بالضبط اللي بيجي سهل بيروح سهل بيروح سهل طيب في دقيقة كده التأثير السلبي للست العاهرة على الراجل واحد اتنين تلاتة ايه؟ طيب خلينا نقول ان دايما الست العاهرة او اللعوب هي امرأة زكاية دايما بتحس ان هي نفسها تبقى محور الكون يعني عايزة يكون الاهتمام بتاعها اه طبعا هي الوحيدة مغرورة انانية عايزة كل حاجة تبقى بتاعتها هي فبالتالي هترمي الشبكة عليه فبالتالي هو هيكون مركز طول الليل والنار طب لو قل تركيزه سنة تبدأ تعمله عملية جذب انتباه عن طريق تخيلي كده في واحدة في واحدة مثلا ممكن تخلي جزء يشك فيها او حبيبها او شركها يشك فيها عشان يزود الاهتمام الاهتمام بتاعها وممكن تخيلي والله دي حصلت قدامي مرة ان في واحدة بتدي التعليمات لصاحبتها بتقول لها اعميلك اللي هقولك عليه امسكي التليفون ومتجاوديش امسكي التليفون وعودي في الاوضة وهو اول ما يدخل عليك اكنك بكلم واحد والله ده حصل واتطلقت بسم الله ليه كان ده كان مشهد في مسلسل الاسطورة اه لحد وايه اللي حصل اتقتلت اتقتلت ونسبة كبيرة جدا يعني متاخدوش دايما النصيحة بجد والله ما تاخدوهاش غير من اهلها دي نصيحة كبيرة جدا واحد الست العاهرة بتنقل ايه للراجل نقولنا ان هي اول حاجة ان هي بتقدر تشده ليها وبتخليها هي محور الكون علشان تقدر تشده ليها فتبدأ ترمي الشبكة عليه علشان تشده عايزة يعني هنقول واحد بتنقل الراجل طاقة سلبية في كل محاور حياته اه بتخليه اه بدل ما بيعلى بالكيرز في الثقافة وفي الشغل وفي الحياة وفي الرجولة بينزل بالكيرز وبيتساوي بها اتنين بتنطقت كل شيء فيه كل حاجة بعد ما بترمش بكى عليه وتحسس ان هو اهم واحد في الدنيا تجيبه بقى عندها تجيبه ارض اه تنطقت فيه ازاي طب ليه ايه اساليني ليه سبب؟ عشان تقلل ثقة في نفسه وايه كمان؟ سيطرة ما هو كل ما هيعلى بالكيرز كل ما هيحس بوضعه ده مش حاجة هتجابها فهي بتحب عملية السيطرة طب هتسيطر ازاي تنطقت ايه اللي انت لابسه ده؟ ما لشكلك بقى عامل كده ليه؟ ليه ده انك ليه؟ ممكن تغيره للأسوأ طبعا؟ تبدأ اه هو كمان لو بيتأثر كمان بالرأي الاخر هتبدأ وده بيعلي من من نفسها يعني هي لما تشوفه قدامها انا كنت بشوف بعض السيدات اللعوب اللي بتقوم بهذه العملية بتسعى لانها تنتقده لحد ما يقع في الكيرف ويبدأ يتعب يتعب ويبدأ يروح لدكتور كمان عشان يتعالج فتبدأ تكلم صحابها انا وصلته للمرحلة دي شفته انا عرفته السيطرة ازاي؟ وصلت الترجل بتاعه السيطرة وده ودي برضو من الحاجات المهمة برضو حاجة مهمة كمان القلب بتاعها عامل ازاي؟ هل هي صاحبة قلب بارد ولا ست كده قلبها سخنة وفعلا بتحب ولا لا هي فعلا صاحبة قلب بارد جدا هي ما بتحبش هي احتياج حبها احتياج احتياج قلبها بارد يعني قلبها بارد هو دايما شايفة ان ان الحب ده ليه هي واي حب يروح لحد تاني هي لا تستحق لان هي شايفة نفسها هي الاعلى هي الاعظم هي متعجرفة هي دايما حاجة كده ايه كبيرة دايما بتحبش حد ينتقدها على فكرة دايما هي شايفة نفسها الكل في الكل فعشان كده بتصل الى مرحلة الغرور يعني ايه التأثير السلبي هنرجع تايا نفس السؤال ايه التأثير السلبي اللي بتسيبه الست العحيرة على الراجل في في تلت نقاط واحد اتنين تلاتة اول حاجة قلنا الطاقة السلبية اللي بتخليه نزل بالكرف في كل محاور حياته تاني حاجة تقليل ثقته بنفسه وتغييره من شخص سوي الى شخص غير سوي تالت حاجة اه هتلاقي الست دي عندها غيرة بس هي الغيرة بقى هنا مش غيرت اه طبعا لا هي هي عايزة ينجح بس ايه ينجح ليها قدام الناس انا ده بتاعي انا لما لما ينجح تقول للناس انا السبب انا اللي وقفت انا اللي عملت سيطر عليه انا اه لو خرج برا السيطرة لا ما نجحش ايه ده اللي انت بتعمله ده في حياتك فانت كده تهيز زقته بنفسه طبعا اه فا وطبعا اه يعني هتضيف للأسباب دي السبب شوية لازم ما نخفلش عنه بتقلل من دينه بتقلل من احترامه لنفسه وزيته بتقلل من احترام تربية اهله ليه ونزوله في نظر المجتمع بظهوره مع شخصية زي دي في كل الاماكن العامة وهي معروف ان تقريبا انت بتقعد في مكان او بتقعد في كافية ان هي تقريبا قبلك قعدت مع خمسين واحد في نفسك كافية فانت هنا بتقلل من الكواليتي بتاعت قدام كل الناس فيه فيه حتة مهمة برضه لمنهية برضو الحتة ديت اه هي ممكن كمان بتعزله عن اصحابه بتعزله عن الناس اللي بتنجحه في الحياة دي مهمة وكمان ممكن تعمله عملية عقاب يعني ممكن تعاقبه مش هعملك الاكل اه ممكن تعمله عقاب جنسي مش ها مش هارب اخر لأة سويني سويني اسويني ايه سويني احنا دلاسي كده انت قالنا بنتكلم عن ستت möglichst ATA العادة احنا بنتكلم عن ستت العاهرة ما هيها اللي بتتأجر هاه اللي بترافق لأ احنا قلنا اللي هو السوري يعني اكل ايه يعني دي عايزة تنزل تاقل في الكافية نائمة طول النهار عايزة بالليل في النيت كلاب عايزة مش عارفة تسافر الساحل عايزة تسافر الجونة عايزة تعمل عايزة روح تامل اكرالك في دوافرة. اكل ايه شربية دكتور? لأ احنا مش بنتكلم عن ست. نتكلم عن ايه العاهرة. اه قد تكون العاهرة ديت اه حد معنا في البيت. ما هو ايه المشكلة? يعني قاعدة معي في البيت وتمام التمام وهي ركنها خالص. ما هي العاهرة? وعيش حياة بره. لأ اه رجل. محتاجة بقى. ده بقى ده قصة تانية بلاش نقولها البلاد الشاكينة عندقل في مواضيع شائك. طيب. احنا قلنا تأثيرها السلبي على الروب. حل. ما قلناش تأثيرها السلبي على الست. التأثير السلبي على الست نفسها? يعني الست العاهرة تأثيرها ايه عن نفسها? على الستات. على الستات في المجتمع? طيب هي دايما ست مهتمة بنفسها جدا. تسعى الى انها تعمل كل ما هو جديد. لو في بوتيكس هتعمل بوتيكس. لو شعر هتركب. بتغف نفسها وبتنفخ وبتشد وتتبر وتصغر وكل اي ما يشمع علي عمليات التجميل. بتشوف ايه ودايما بتوع للتجميل بيسعو لان يشوفوا ايه الحاجات اللي بتشد الراجل اكتر. يعني سواء في مثلا في الشكل العام في في الجسم او في الشفايف او في الشعر او في اي حاجة. عشان كده كل ستات دلوقتي بقوا شيب واحد وشكل واحد ومنظر واحد منتشرين في كل. بالزبط. فعشان كده عشان كده تأثيرها ايه السلبي? ان كل ست بقيت قاعدة في البيت اللي هي الست المحترمة الكويسة اللي عارفة بيتها ودينها وعارفة قيامها وعداتها وتقاليدها. بتفتح التيك توك الفيسبوك بتفتح الحاجات دي كلها فبتلاقي فيه جيل من الستات بقى مختلف تماما عن الستات بتاعت زمان. يعني هي والفلاتر والحاجات دي كلها بدني يجي مبص نلاقي ان فيه هما دول الستات يعني يعني الستات اللي احنا بنشوفها. طيب بتبدأ هي كمان مهي متطلعة برضو. مهي عايزة تشد الراجل اللي موجود معاها. مهي برضو ايه? بتلاقي الراجل بدأ يروح منها. وليلي هتعمل ايه بقى? هتبدأ تاسعة يا كمان. بتعمل اه حتة سلبية جدا جدا في البيت لدرجة ان معظم الستات وعملوا احصائية على ان مراكز التجميل بتزيد كل يوم بنسبة اكتر من تلاتة لخمسة في المية. يعني عارفها يعني ايه تلاتة لخمسة في المية? لا ده نسبة كبيرة يعني ايه? يعني المجتمع كله بدأ يروح مراكز التجميل دلوقتي. بيقف. علشان يعني يبقوا لهم دي حاجة. طيب اه خليني كست. اقول تأثير الستة العهرة. على الستات. على الستات في المكتب. محترم. اول حاجة. ستات كتير دلوقتي بقت تتعامل بطريقة غير محترمة من الراجل بسبب الستة العهرة. ليه? لان هو شايف كل الستات عهرة. اللي امه واخته. للاسف. ممنوع المساس بيدي. مع ان اي ستة دي اللي تعبت وشقيت وكبرت نفسها ونجحت. هي على فكرة هي مش عهرة. هي عشان خرجت وعادت معك وتعرفت عليك ما بقتش عهرة على فكرة. بطلوا رسالة الرجالة بطلوا تمشوا وتفكروا. اللي هي ايه? تخرج? تخرج? يعني واحدة خرجت مسلا من ورد وزن? بتتعرف عليك? لا اه مش متجاوزة. مش متجاوزة تمام? اه. بس مرتبطة? ولا مرتبطة. بتتعرف على واحدة عشان هيتتجاوزه. طب خلينا اسألك بقى. او بتقعد مع واحدة في عادة شغل. خلينا اسألك بقى ما تستفزنش. اه اسألك بقى بعض الاسئلة ايه. تفضل. يعني واحدة مسلا ومرتبطة بحبيبها او خطيبها او جزها او شركها وهو بيغير. وهي ما بترعيش الغيرة بتاعته. وانا نازلة دلوقتي عشان اقابل فلان عشان عندي شغل او عندي كزا هو عنده تحفز على اشخاص معينة. يعني هو مش هو مش يعني ايه? اه هو طالما ارتضى انها بتنزل تشتغل يبقى اكيد لها اصدقاء وليها ناس في 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 محيط العمل. خلينا نتكلم كلام بقى صحيح. بس هو عنده تحفز على شخص معين. مزودها. صباح الخير. قلوب ودباديب. مزودها ايه? يعني. لا 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 سيبنا اه. اه. كاتجري ده بلقلوب بلده بديب احنا بنتكلم عن. اه الراجل بقى اه. السنجل الطبعية. السنجل طبعية. مجتمع ذكوري للأسف. ماشي بيفكر بنصه اللي تحت. انا دلاتي راح اقابل راجل عشان شغل. اه. او راح اقابل راجل قصديق او بتعرف عليه او بتكلم معاه. بلاقي منحانة الكلام كله راح شمال. بتاعه هو? يا حبيب انا مش شمال لا انت شمال. هو انت مش بتحسي? الا واعي. مش انت بتحسي? الا واعي. ده انت بتحسي من اول سلام عليكم. ده انت بتحسي من اول صباح الخير على الوقت سنجل. ماشي. ليه? انت مكملة ليه بقى? ليه? لأ سويني. انا بتكلم دلوقتي ان الست العهرة خلت الستات المحترمة بقت في نظر الراجل رخيصة. بقى شايف كل الستات عهرة. ده حقيقة. حاولته فهنا احنا بنشوف ان ده مش راجل. هو بيعمل احنا بنشوفك ان انت شبه راجل. ما بنشوفكش ان انت راجل. نهائي. توت ليه? انت مش راجل في نظرنا. اول حاجة الراجل اللي بيقول انا صاحبتي فلانا مش عارفة ميني اللي على سوشيال ميديا تيكتوكر فلانية البلوجر فلانية اللي نفخة اشهد ده بها ده. وعلاقاتي واحد نين تلاتة على فكرة مش بنشوفك جان وراجل بنشوفك ان انت راجل متاح. راجل عاهر. شبه راجل. الستة ما بتحبش يا راجل المتاح. الستة بتحب الراجل اللي بيقالي ستة واحدة بس هو ده اللي بيمنعنيها. هو ده اللي احنا بنشدله استات المحترمة. لكن الراجل العاهر ده اللي بيقعد يقول انا عملت وعملت وعملت وعملت. ده بتنجزب ليه الستة العاهرة لان هي بتحب تكون تحسنا انتصرت على كل دول وخدته. احنا في حرب. طب هي الستة بتنجزب كده تمام? العاهرة. بتنجزب. العاهرة بتنجزب للبادبور. والله هو في ستات كتير بقيت بتنجزب لان هو عايزة تبقى راجل متعدد. طب انا هسألك بقى راجل بقى يعني خام. ما بيعرفش ستاته ولا عمر واول واحدة يتعرف علىها في حياته. وما بيعرفش بقى لا يقول كلمة ولا بيعرف يقدم الهدية زي وانت متخيلة ان الستات دلوقتي بقى بتعجب براجل ده? ولا لازم يتمرن له شوية مع الخمس ستة سبعة ثمان ستات? الستة بقى بتحبش الراجل المتاح. الست بتحب الراجل اللي هو محور حياته ستة واحدة. الراجل المحترم. الراجل التقيل. الراجل الهادي. الراجل الراسي. مش الراجل الرامرام اللي كل يوم مع واحدة. ويقول لك اصل انا كده راجل. الراجل مش بتعدد العلاقات الجنسية في حياته. لا. احنا ما بنشوفهش كده. خلص عشان بس تبقوا فهمين. وكون ان الستة تعجب براجل باد بويز ده ما حضراك بتقول. ده اقتناعا منها وده ما فهم خاطئ. ان هو هيدلعها وعنده خبرة وكذا وكذا وجرب كل حاجة وشاف كل حاجة. فبعد كده خلص بقت عينه مليانة وربنا هيهدي بعد الجواز. ما حدش ربنا بيهدي بعد الجواز. والخين ما بيتوبش. والعاهر بيفضل عاهر اللي لو اقتنع انه هو عاهر. وراح لدكتور صحة نفسية. وتعالج من تأثير العاهرات اللي مر بيهم في حياته. انه بيبقى مريض نفسه. سوري مريض نفسي. جملة اخيرة هضفها قبل ما انتقل السؤال مع دكتور ابراهيم. لما تروح تتجاوز واحدة. ما تطلبش منها تتجاوز عارفي. وتقولها تعالي نجرب الاول. ولو العلاقة مش تتجاوز رسمي. لا يا حبيبي. لا يا بابا. ما بتدخل تشتري تشيرت بعشرين الف جنيه براند. ما بتقولش اللي الراجل الدهونة جربه اسبوع ولو نفق معي بقى ادفع لك الفلوس. الغالي. الغالي. ما هي بتوافق. دي مين? ماشي ما اه هي بتوافق. هي مين? الراجل دلوقتي قدامه بضعتين. هي مين? بضعة وبيعرف بيشتري. دكتور ابراهيم. لا لا نفسه. ايوة. هي مين? ما عهر مستنى قد غير عاهرة زي ما قلت. بس. طيب. طيب. اللي بتوافق العاهرة. لما تيجي تعرض عليها عرض زي ده. وتقلع اللي في رجلاء وتتزيج بيه على دماغك. ما تقولش عليها معقدة ومريجة نفسيا. وايه ده ازاي لسه بتفكر كده? اه اكيد المتعدد العلاقات ما هو مش هيروح يعملوها مع رجالة برضو ما هو اكيد عاملها مع ستات شبهه. فاحنا هننقل كل اللي شبه بعض دول. اه نحطهم مع ايه? نحطهم مع بعض. فمسحة امراض نفسي. نحطهم مع بعض. عاهرة مع عاهرة. اه. ومحترمين مع عاهرة. يبقى خلينا نتفق ان نحط العاهرات مع العاهرين. ونحط المحترمين مع المحترمات. حبيبي انت عاهر روح للعاهرة اللي شبهك. حبيبي انت محترم تعالى النحية دي للمحترم اللي شبهك. الراجل اللي عاهر ميروحش لست محترم يقول تعالي نجرب. ده هناك ده عند ماما. طيب خلينا في الحتة ديت بس اقفلها برضو معاكي. ربنا بيقول الطيبونا. للطيبات. والخبيوتنا. كل واحد بياخد الشبه. بس اللي بيجي الجاوز يا دكتور بجد. بتاخد الشبه. لا الراجل. بيجي الجاوز بجد. بيروح ينقي واحدة عاهرة. هو بينقيها? لا لا. في اللي الجاوز لا. طيب. يعني خلينا نطفق ان انت يا محترم يا عاهر. لما تيجي بقى تتجاوز وتستقر تحترم نفسك وتتوب. صح. وتروح لما تيجي تتجاوز تتجاوز جوازها محترمة بطريقة محترمة تليق بمنظرك اللي عايز تكمل بحياتك وتليق بمنظر السبت. الواحدة اللي بتشيل اسم راجل بتبدأ بتبقى لزق فيه طول عمر. سواء كانوا كملوا مع بعض او اتطلقوا هي برضو بتبقى اسمها موجود معاني. وبتتسجل في حاجة اسمها القدر عائلي. يعني تجاوز واحدة او اتنين وعشرة وعشرين. يعني حتى لو العلاقة استمرت او ما استمرتش اعتقد هو بيبقى لها بوادر. فرعوا ربنا شوية في النساء. رفقا بالقوارير. دايما اه رفقا بالقوارير. حتى خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في في الحج في اخر كلمة قال استوصوا بالنساء خيرا. دايما انا بحب الستات دول ما هي اختي وبنتي وزوجتي وهي برضو جزء مهم جدا في المجتمع. يا جماعة راعوا ربنا شوية في اختياراتكم. راعوا ربنا شوية في ان انتو لما تيجوا تتعاملوا مع حد ان انت تحاول معاها مرة واتنين. يا سيدي هبقى انها عندها اضطرابات. انا دايما دايما المصطلحات القوية اللي انت بتحطيها دي. انا دايما بسميها عندي في علم النفس. ان هما عندهم اضطرابات نفسية. فانا لو انت تقدر تحل المشكلة بتاعت الاضطرابات النفسية بتاعتها حلها. ما تقدرش تحلها اجري وفورا. ما تكملش العلاقة بتاعتك. اوقف. ايه الحاجات اللي لو استت شافتها في الراجل يا دكتور ابراهيم. اه. وتكررت. اه. وهي عملت هنت عليها ده بيضايقين ده ما تعملوش ده غلط ده ما يصحش ده 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 ده. اجري. وبعد كزا تحذير. اه. بدل يعمل الحاجات دي. الحال اهرابي. ايه بس هي من فترة كبيرة عشان انا مش بحب اتكلم عن الحالات كتير يعني بس هي حالة كتفردة من نوعها يعني. اه واحد وواحدة في فترة الخطوبة كانت العلاقة بينهم وبين بعض قربوا من بعض شويتين تلاتة. ممكن تكون العلاقة وصلت لمسك ايد او انهما اخدوا بوسة او خلينا نتكلم يعني ايه. حاجة بس ايه يعني حاجة بسيطة. زي ما الكلام وصل. تمام? اقسم بالله يا دين. انه حط قانون ليها في البيت صارم لمدة احداشر سنة. على واقع ان هي واحدة مش مؤدبة او مش محترمة. ان هي ازاي تعمل حاجة زي دي وازاي مين اللي علمها ومين ومين اكيد كان لها علاقات. وبدأ يحط لأ واشوف هي حد يعني حد كويس جدا وسوي جدا. وحط لها احداشر سنة قوانين. ان هي ما تنزلش. ما تنزلش لاهله. ويما نزلت لامه هي مريضة. نزلت لامه وهي مريضة تطبخ لها بس وتعاملها حاجة لامه ومش لامها هي. هي راحة. رامع عليها اليمين بتاع الطلاق وده يعني. راجل قوي. وما تروحش لاهل لها غير كل شهرة او اتنين مرة. حط قوانين صارمة جدا. وانا شايف ان ده نوع من انواع عدم الاحترام. للشخص الاخر لشركتك. ما هياش جارية عندك. ولا اما عندك ان انت تستغلها هذا الاستغلال. انت المشكلة عندك. علشان كده انت دلوقتي قلتلي المؤزي. المؤزي ده اللي هو ايه? الشكاك. الشكاك ده اكتر واحد انا ما حبش اتعامل معه. لو لقيت واحد شكاك اهرابي. بس في حاجة اسمها غيرة وشك. طبع. لما الراجل يبدي غيرته بطريقة سوية. وطريقة محترمة. وهو فاهم طبيعة الغيرة بتاعت الرجالة. وعلى فكرة دي سمة من سمات انت لو لو اخوك او ابنك او اخوك ماشي معاك وحد بصلك بصة كده. هو هتلاقي في داكر كده راجل كده بياه جيم كده. الغيرة ده لليل الحب. جميلة. الغيرة الجميلة بس الغيرة اللي هي الايه? السوية. سواء من الرجل او من حلقة في السيزون لفتعة من غير المرضية. ولكن ازا انتقلت للشك ان هو يبدأ يدور على موبايلها ويدور هي بتكلم مين بتعمل ايه? وبطريقة متكررة. وبطريقة مستفزة. اعتقد ان العلاقة دي مش هيخافة منها. هتاخد منه وقت طويل قوي. اه عدم الاحترام. سواء ما بينهم وبين بعض او بينها وبين اهلها او اصحابها. بالضبط. تطاول عدم احترام الاهل. ودي بتبقى باينة على فكرة في فترة الخطوبة. طبعا. باينة من الاول. صليت اللسان واللي بيمدي ايده واللي بيجتمها باهلها. صدقيني ما تعمل لها شسكاب. خد بالك. لو هو فعلا صليت اللسان وبيعلي صوته وعلي وعلى فكرة هو مش معك انت بس ده مع اخته ومع امه ومع دي حاجة مش كويسة. هعلي بالك من الشخص الذي لا يحترم. نمرة تلاتة. الاستغلال العاطفي او الابتزاز العاطفي. الابتزاز? اه. انا بسميه ابتزاز واستغلال لان هي بتحبه. فهو بيستغل لحية الحب. بيستغل احتياجها للامان. لو بتحبيني عملي كزا. لو بتحبيني عملي كزا. لو انت لو ما عملتش كزا ما تبقش بتحبيني. دايما بيدغط على الجزء العاطفي بتاعها من. الاحتياج. الاحتياج. وهي عشان محتاجية طبعا. هيشتغل عليها جامد. والراجل بيدور على صغرة الست. دي نخلي بالنا منها قوي. دايما الراجل الزكي بس الزكي في الغلط مش الزكي في الصح. ان هو يستغل احتياج المرأة سواء كان احتياج مادي او احتياج مانور. بيعرف الحتة دي. ويبدأ يدخل منها. ويبدأ بقى اي يدي شوية ويشيل شوية لحد ما يعرف الجزء. شوق ولا الدولة. السيطرة المالية. الفلوس. الراجل اللي دايما لما يلاقي مراته بدأت تخرج او شركته او حبيبته بدأت تخرج. يبقى ليها استقلال مادي. بالزبط. فاول حاجة ممكن يطلع ما تنزليش الشغل. دي من سمات النرجسك. طبعا. ومن سمات الراجل غير السوي. انه لما يلاقي الست بدأت تنجح في المكان بتاعها. او بدأت تدخل في يبدأ يحبطها. يبدأ. ويبدأ انه اقلل سقطها في نفسها. حيبدأ يطلب منها ايه? هو انت بتروح الشغل ايه? ما انا مكفيك. اه. ما انا كزا. هو انت بتجيبي كم يعني? هتوصل ايه يعني في الاخر? وبعد ما تنزل وبعد ما هو يعقب على فكرة في سيتة كتير بتسمع الكلام. تقعد في البيت. بيحرمها بقى من كافة الاحتياجات. اللي هي بقى كل الصلاحيات. طب ليه بقى علشان برضو يحس بان هو عنده نوع من انواع السيطرة. والجزء ده. برضو في حتة مهمة اوي برضو ان هو بيعزلها عن صاحبها العزلة الاجتماعية او بيعزلها عن اهلها او بيعزلها عن اي مصدر من المصادر القوة. عارفة يا دينا في ناس في حياتنا كده. ربنا مدهم لنا طاقة. انت ممكن يبقى ليكي انتيم صاحبتك كده. انا بحب اروح ارتاح عندها. وحب اخد منها طاقة واعد معها ونخرج مع بعضه. هو بيشوف ايه مصدر السعادة ويبدأ ياخدها مناه. او اه هي هو الشخص الاوحد في حياته ودي من سمات المرجسة. اه في حتة مهمة كمان ان هو بيعقبها عقاب الجنسي. يعني ان هو بيقدبها. مع ان القرآن قال ان موضوع الهجر في الفراش. بس الهجر بالطريقة المستفاذة ان انا ابعد عنها شهر واثنين وثلاثة كنوع من انواع العقاب. ان انا اكرهها في نفسها في ستات تصر مرحلنا كرهة. لابيعمل عاطفي ناحيته. يا خلاص ما بتقسش محتاجها. ما بيجي لنا بجي تفرحش. بيحضون انا بتحسش بيه خلاص انت مودت كل حاجة. وكرهت جسمها وكرهت شكلها وكرهت انها تقفوا ده من المراية مش قبلها هتبدأ. ده 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 اعتقد ده تأثير ان رجسي على الست ان هو يحولها كده. الاهتمام. الست لها لغات حب. طبع. وكل ست لغة الحب بتاعتها مختلفة عن اي ست تاني. وهنتكلم عن في حلقة خاصة عن لغات الحب. حبيت انت. حبيت انت الموضوع. الاهتمام مهم. والراجل لازم يعرف ايه لغة الحب بتاعت شركته. ويقدر يتعامل معها بهزا الاسلوب. عشان كده. اه الراجل يا جماعة اه راعوا النساء بتاعكم وانتوا يا ستات راعوا الرجالة بتاعكم. الموضوع سهل وبسيط جدا. لو احنا قدرنا ان احنا نعمل عملية موازنة ان احنا راعي ربنا في الراجل ربنا بعتلك هداية. او بعتلي هداية سواء الستة او الراجل. راعوا الهداية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى حفظوا عليها. حفظوا عليها. ولو في غلط. اعمل اسكاب عادي. تغافل. واعمل. العفو عن ده المقدار. واعمل نوع. عادي. عادي علشان الدنيا تمشي. اه في حاجات ما تعدهاش. بس في نفس الوقت انت تغافل عشان المركب تمشي. والله هتلاقي كل حاجة حلوة. واتعيشوا في صحة نفسية. مرسي لك يا دكتور ابراهيم. اه وصلنا لاخر حلقتنا من الستة العاهرة. هوجه بس مؤخرا كده رسالة للستة. حاولي تطلعي كرمتك من التلاجة. وحطي قلبك شوية او جسمك او احتياجاتك الجسمانية. في التلاجة مكانها. ونمي كرمتك. ونمي روحك. وخليك عندك سموه في اخلاقك. واهلك اللي ربوكي. وخليكي مقتنع انك لو بتمشي في الطريق ده عشان تصرفي على اهلك. وتصرفي على ابوكي او على مرض. او على اطفال. فانت هنا بتزراعي بذرة شيطانية. هتنمو بذرة غير صالحة. وهتنتج عنها جيل مريض نفسي بياكل واشرب من الحرام. فاستحال عيالك هيطلع اسوياء. واستحال ربنا هيبارك في تعب امك او تعب ابوكي اللي جاي من عرق وفلوس حرام. مفيش حد ما يقدرش يشتغل. الشغل مش عيب. والشغل مش حرام. بالنسبة للراجل. راعي ربنا في اي ستة بتقابلها. مش كل الستات عاهرات. غلي اللي تستاهل تبقى غالية. شغل عقلك ونميه. واشتغل على دماغك. واقرأ وتسقف. عشان يوم ما تقعد قدام ست. تحترمك لدماغك. والغي نصك اللي تحت. لغاية ما تعرف تصنف بين العاهرة وبين المحترم. هنستنياكم في الحلقة الجاية من ضد الرجالة. ولكن ما تنسوش ان رأيكم بيكمل رأينا. هستنى رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش تتابعونا على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي. دينا ابو العلا. ودكتور ابراهيم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا